اشتركوا في القناة كانت الهولندية أرانتسكاروس المصنفة السابعة في الدوري و76 عالمياً بعد تغلبها على سويسرية لولو سان المستفيدة من بطاقة الدعوة أقل من ساعة ونصف كانت كافية للهولندية لتحقيق الفوز أمام قلة خبلة سان صاحبة الـ 21 رابعاً والنتيجة مجموعتين نظيفتين 6-3 و 6-0 أظن أنها لعبة جيدة شرسة وقوية على الملعب كلتانا نلعب باليد اليسرى لذا فالمباراة كانت مغيرة بدأت المباراة ببطء وتحسن أدائي شيئاً فشيئاً وسيطرت على الوضع في المجموعة الثانية وبالنتيجة نفسها مجموعتين دونر التفوقت لإسبانيا غاربين موغوروثا المصنف أول في الدور والعاشر عالمياً على الكازاخستانية أن دانيلينا الخاسر المحظوظ القادم من الإقصائيات وكما كان متوقعاً المصنف أول عالمياً سابقاً موغوروثا لم تجد أدنى صعوبة في السيطرة على مجريات اللقاء والفوز بواقع 6-3 و 6-2 أنا سعيدة مر وقت طوين لم ألعب بالمغرب سعيدة بالعودة إلى هنا المباراة كانت غريبة هي خاسرة محظوظة لا أعرفها كثيراً لكنني سعيدة بالفوز أقوى موجهة اليوم تلك التي جمعت المصنف ثامنة في الدور أنا كالينسكايا بالإيطالية لوسيا بروزيتي ثلاث ساعات من النزال القوي والمنافسة والأداء المتميز بين لاعبتين تتقاسمان نفس السن الترتيب والطموح الكلمة الحسم كانت في الأخير الإيطالية بمجموعتين لواحدة ستة ثلاثة ستة سبعة وستة ثلاثة كان الأمر صعباً مباراة جد قوية قاتلت حتى آخر نقطة لم يكن الأمر سهلاً فهي لعب جيدة جداً أنا سعيدة بتحقيق الفوز معالم المتأهلات للدور الثاني من الجائزة الكبرى للمريم لأتنس بدأت تتضح لتكتمل الثلاثاء وتنطلق مرحلة جديدة تعد بالكثير من الندية والمنافسة ترجمة نانسي قنقر